لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله محطات شيخ المدربين في الجزائر تعددت فبعد ابتعاده عن منتخب الخضر قام بتدريب عدد من الفرق من هوفق سطفا الذي فاز معه بدور ابطال العرب ورجاء البيضاوي الذي توج معه بكأس افريق الاندية البطلة وعلى الرغم من هذه الانجازات الان الكبت الرابح سعدان بقي الاسم الاول في اجندة الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالفعل تجربة قصيرة مع منتخب اليمن سيعود بعد عام 2008 لقيادة منتخب الخضر الى المجد والتألق وها نحن اليوم نرفع القباعة احتراما وتقديرا للشيخ الحكيم على ما انجزه مع رفاق زياني ملاحم وبطولات لن تنسى توجت بقيادته للجزائر المونديال بنصر تارقي على احفاد الفراعينة محطات الرجل لم ولن تنتهي هنا فالموعد مع النصر تجدد في انغولا دور اول متأرجح في المستوى تله ربع نهائي الذي حمل زعزعة للشيباك الابوارية باهداف لن تنسى اهلت رفاق مطمور وبقر الى نصف نهائي وفي مواجهة من؟ المنتخب المصري بطل ابطال افريقيا وهنا وقفت سفنة الخضر لكن بشرف وكبرياء فهي لم تكن من المنتخبات المرشحة للفوز بلقب البطولة ورغم ذلك قدمت اذاء طيبا وثقت به عودتها الى الساحة الافريقية بعد غيابها عن دورتين متتاليتين يكون سعدان الابن البار للكرة الجزائرية قد تمكن من بناء منتخب المتجانس قادر على المنافزة في المونديال المقبل الذي سيقام في الملاعب الافريقية في اول سابقة في تاريخ كرة القدم ترجمة نانسي قنقر